نروح مع حضراتكو لرصد الحالة المرورية ونشوف تطبيق جوجل مابس ونشوف حركة الطريق رصد مع حضراتكو كده لأكثر الطرق حيوية طريق صلاح سالم العروبة باتجاه كبري أكتوبر باتجاه ميدان التحرير شايفين في الاتجاهين وأسفل الكبري الدنيا رائعة لحد الوقت بنعرف منين الدنيا رائعة لأنه الخريطة من وراء معانا باللون الأخضر أسفل الكبري باتجاه بقى ميدان التحرير والمتجه ناحية ميدان التحرير أعلى محطة مصر فيه كسفات عالية إلى متوسطة اللون الأصفر يعني ها ابتدت شوية تزدحم بعض الشيء لكن ما بنشوفوش كتير يعني دايما نلاقي اللون الأحمر على الكبري ولون البرتقالي هو اللي دايما بيكون سائد وده بيكون كناية طبعا عن الكسفات المرورية العالية والازدحام لكن حتى الآن لسه يمكن الراش أور ما ابتداش ساعة الزروة صباحية خدنا كده كورنيش ما سفيره بسرعة رايق شايفينه الحمد لله بداية المحور محور 26 يوليو الدنيا رايقة لأ ابتدت بقى ايه تنور معانا هي باللون الأصفر شوية والأحمر لكن بترجع تاني للون الأخضر وده طبعا دليل أنه الجزء الأول اللي فيه كسفات مرورية مش مؤثر على حركة المرور هنا طبعا الطريق اللي هو بيصب عند ميدان لبنان فيه كسفات عالية وده لجزء كبير فنحاول قدر المستطاع الناس اللي هي متجهة ناحية المهندسين ممكن ناخد الطرق البديلة في هذا التوقيت أو ننزل بدري شوية عشان نتجنب الازدحام أو التوتر على الطريق بسبب طبعا شد العصر بسبب الازدحامات تصلوا بألف سلامة إن شاء الله